مصطفى محمد لو انضم للنادي الاهلي يفيد النادي الاهلي طبعا 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 فعلا ويبقى قد كده عشرين مرة انت انت تفرجت على حالة مبارح صح يباشا انا تفرجت فانت جاي كل كل كلامك ضد رضا عبدالله لا امش ضد رضا عبدالله او عكس رضا عبدالله يعني انت النهار ده هل فانضم بقى هل ما انا بقولك هل مصطفى محمد النهار ده تزعلش بقى بكرة لا يا باشا اتكلم قلك عزا ولك عاجة محمد مصطفى محمد هو الفرود الوحيد اللي موجود في مصر حاليا بدلين ان الراجل بيعتمد عليه ده راجل محترف لان ان ده راجل حتى لما احنا بنتكلم اسم يعني محمد شريف من شو احسن منه لا محمد شريف مش فرود مش فرود لعا محمد شريف لو لعب على الطرف افضل وانحنا تفرجنا عليه قبل كده لكن انت كنت بتلعب محمد شريف بيلعب اضطراري ان هو بيلعب فرود اضطراري ده مش فرود صريح زي كهربا مش فرود صريح انت عايز واحد صريح بدليل انت مصفى محمد قبل ما يروح في الفترة بتاعت نادي الزمالك لو شوفنا الفرقة بتاعتهم لما كان بيلعب فرود وتحته بين شرق وزيزو وبيلعب سيساسي لأ كان مصطفى محمد فرود صندوق بيعرف يحطها وبيعرف يجيب جونيا اسلامه كان متقلق بشكل كبير في الفترة اللي فات لكن انت محمد صلى محمد يعني عنده حلول كتير اه عنده حلول عنده محطة بيقدر يمسك كورة بيقدر يجيب جون بيقدر يقف لك عكورة بيقدر ياخد نظر المدافعين اللي بتلعب عليه فانت بيعندك حلول من ناحة محمد صلاح او عمر مرموش او زيزو لكن هو كفرود لا هيفيد النذ الاهلي ويفيده بشكل كويس جدا